بسم الله الرحمن الرحيم حاصة النهاردة هنبدأ فيها في الوحدة التانية في الهندسة وناخد فيها الدرس الأول المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة هتلاقي الدرس ده عبارة عن فكرتين الفكرة الأولى هناخد فيها نظرية والنتيجة والفكرة التانية هناخد عكس النظرية والنتيجة دي الفكرة الأساسية معنا النهاردة بيقولك لو عندك مستقيمات متوازية تستنتج ان عندك أجزاء متناسبة لو عندك توازي تستنتج تناسب نبدأ بالنظر ايه نظرات بتقول لو عندنا مسلس زي قالب بهدين المرسلس ده هنرسم فيه مستقيم أو قطعة يسمى القطع دي مثلا دالها لو القطع دالها بتوازي ضلع في المسلس زي بهدين وبتقطع الضلعين التانين في المسلس قطعة ألف بي وقطعة ألف جين ما لها القطع دالها جالك هتكسم الضلعين بتوع المسلس لقطع أطولها متناسبة الضلع ألف بي مكسوم جزئين أو حتتين الجزء اللي فوق اللي هو ألف دال والجزء اللي تحت اللي هو دال بي الضلع ألف جين برضو مكسوم لجزئين الف هي فوق وهي هجيم تحت القطع دي اطولها متناسبة يعني هي اطولها متناسبة يعني لما اكسم الف دال على دالبة لازم يساوي الف هي على هي هجيم الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت لازم يساوي الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت خدهم بنفس الترتيب كما مثلا لو الف دال دي بتلاتة ودالب بستة وهنا بخمسة مثلا وهنا بعشر تعالى لو بسم تلاتة على الستة فى النص خمسة على العشرة برضو فيها النص فهي النظر يا بتقول لك لو عندك دال ها لو اذا ضلعت مسلس زي بهجين تستنتج انه الف دال على دال ب يسوي الف هي على هيجين وممكن كمان بدل ما تاخده من فوق لتحت تاكس تاخدها من تحت الفوق يعني اقول له به دال على دال ألف يسوي جينها على هيجين الجزء اللي تحت على الفوق يسوي الجزء اللي تحت على الفوق كمان ممكن بدل ماكسم جزء على جزء لأ انا اكسم جزء على الضلع كله يعني اكسم الف دال على الف بكله هيسوي الناحية التانية الف هي على الف جيم كله باكسم جزء على الضلع كله هيسوي جزء على الضلع كله وممكن ناخدها من تحت اقول له به دال على الضلع كله اللي هو بها الف يسوي جيمها على الضلع كله اللي هو جيم الف ايبا انت عندك حاشتين ممكن تكسم جزء على جزء او ممكن تكسم جزء على الضلع كله هتختار من في المسألة على حسب المعطيات اللي مدالب في المسألة على حسب المعطيات والمطلوب تعالي در نص النظرية بيقولي إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلع مسلس لو رسمنا مستقيم زي دال ها بيوازي أحد أضلع مسلس زي بيت جين ويقطع الضلعين الآخرين جطع ألف بي وجطع ألف جين ماله المستقيم ده يلي فإنه يقسم هما إلى قطع أطولها متناسبة هتلاقي أن ألف دال على دال بي لازم يساوي ألف ه على ه ه جين ممكن تكسم جوز أعلى جوز وممكن تكسم جوز على الضلع كل دي النظرية النتيجة نفس النظام بس بعدل المستقيم ما هو داخل المسلس المستقيم هيكون خارج المسلس تعدك المسلس اللي تحت له ألف بيه جين دال هي قطعة بتوازي الضلع بيه جين دال هي هنا كانت داخل المسلس إنما هنا خارج المسلس برضو نفس النظام لو عندنا توازي بيعندك خطع متناسبة بين الأجزاء المتناسبة هنا عندك الضلع ده الجيم كله مكسوم جزئين ده الألف فوق وألف جيم تحت عندك الضلع هيه بكله مكسوم جزئين هيه ألف فوق وألف به تحت الأجزاء ده هتكون متناسبة يعني هي متناسبة لماكسم ده الألف على ألف جيم اللي هم على نفس الخط لازم يساوي هيه ألف على ألف به برضو اللي على نفس الخط يتيخد الجزئين اللي على نفس الخط لماكسم ده الألف على ألف جيم هيساوي هيه ألف على ألف بي الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت لازم نساوي الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت برضو هنا نفس الكلام ممكن ما تكسمشو جزء على جزء هكسم جزء على الضلع كله يعني نكسم ده الألف على ده الجيم كله هيساوي الناحة التانية هيه ألف على هيه بكل فممكن تكسم جزء على جزء أو ممكن تكسم جزء على الضلع كله كلام ده على حسب المعطيات اللي مدهالك فيه المسائل يبقى باختصار الدرس ده بيقولك طول ما عندك توازي تستنتج أنه عندك أجزاء متناسبة طول ما عندنا توازي نستنتج أنه عندنا أجزاء متناسبة هنفهم الكلام ده أكتر به المسائل هنأخذ عن نظرية والنتيجة دي ست مسائل السؤال الأول منديك مسلس ألف بهجين فيه سين صاد يوازي بهجين عندك توازي طول ألف سين بثلاثة صند وسين بال حتة لتحت بخمسة ألف صاد بستة طالب مننا طول صاد جين عايز الجوز اللي تحت طيب والله أنا عندي توازي أستنتج أنه عندنا أجزاء متناسبة فين الأجزاء المتناسبة لهم ألف سين على سين بثلاثة هيساوي الناحية التانية ألف صاد على صاد جين أنا هناك سمت جزء على جزء عشان هو أمديك طول الأجزاء دي كده نقدر نجيب طول صاد جين تعالي نكتبها نبدأ بالتوازي الأول أقوله بما أن سين صاد يوازي بهجين عندنا توازي بعندنا أجزاء متناسبة ألف سين على سين بي هيساوي الناحية التانية ألف صاد على صاد جين ألف صاد على صاد جين ونبدأ نعوض ألف سين بثلاثة وسين بيه بخمسة بثلاثة على الخمسة هيساوي ألف صاد بستة وصاد جين ما نعرفهاش إبا ستة على صاد جين كده تقدر تجيب طول صاد جين هتضرب مقص صاد جين بصادة تلاتة تتبع تحت في المقاب إبا صاد جين بتساوي أكتب الثلاثة تحت والخمسة والستة تتبعهم فوق خمسة فيه ستة لو دردت خمسة في ستة بتلاتين تلاتين عالتلاتة فيها العشرة إبا طول صاد جين هيساوي عشرة سمتة إبا أنت بمجرد ما تكتب الأجزاء المتناسبة بتعوض وتجيب المطلوب اللي أنت عايزه مثال الثاني نفس النظام برضو مديك توازي دال هي يوازي به جين مدينا طول ألف دال بسبعة وعشرين صندر ودال بب تسعة ومديك طول ألف جين كله الضلع كله مدينا باربع وعشرين صندر طالب منك طول هه جين حتة اللي تحت طب هنا هكسم جزء على جزء ولا أكسم جزء على الضلع كله احنا هنا هنكسم جزء على الضلع كله مش معنية عشان هو مدينا طول ألف جين كله طالما مديك طول الضلع كله نجمع جيز على الضلع كله انا هابدأ من تحت هابدأ من الجيز اللي تحت هنجم جيم هنا على الضلع كله لهه الجيم الف ايما نصعبال نحايا بتضغط الطهدال على الضلع كله ههه البهل الف banget بدا البداعه بالتوازي الاول عندنا دل هال يواس بهجيم largest النح carum his جيز اللي تحت لههجم هاه �لا كله لهه جيم الف يصعبال ناحية التانية اخدها بنفس الترتيب. الجوز اللي تحت اللي هو بهدال. على الضلع كله اللي هو بهدال. هنا كسمنا جوز عبدالع كل. تعال نعود. جيم هيا ما نعرفهاش. هي اللي عايزينا. على جيم الف اللي هو الضلع كله. متدهل لنا باربع وعشرين. يساوي. بهدال متدهل لنا بتسعة. عبدالع كله هتجمع. تسعة زائد سبع وعشرين يديك سبت وتلاتين. عشان اجيب طول الجيم هيا هضروب مجس. اقول له جيم هيا بتساوي. اللciamoقصات جيم هيا ستة تلاتين اكتبها تحت. والتسعة والاربع بين العشرين اكتبوا في البست. تسعة فاربع بين عشرين. على ستة تلاتين. يدربهم بالآلة او لو عايز اختصر. على اتناشر فعل اتناشر. على الاتناشر فعل اتناشر فعل اتلاتة. على التلاتة فعل واحدة على التلاتة فعل تلاتة. اتنين في تلاتة بتساوي زائد. اتبقى طول هيا جيم بتساوي ستة سANT. اتبقى في المثال الاول. جسمة جزء على جزء. عشان هو كان مديده طول الحزاز. في المثال ال� الثاني استخدمت جزء على الضلع كله عشان هو كان يدينه طول الضلع كله. كان يديك طول جيم كله بسهو 24 صد. كده مسألين. انتعنا ادخل في السؤال الثالث. السؤال الثالث معانا نفس الفكرة. بس ازادة بس انا انا اعمل فيه معادل. بديك دال هاي يوازي به جيم. عندك توازي. ستنتج على طول ان الاجزاء اللي بينهم دي متناسبة. بديك طول الف هاي سمع سين زاد اربعة. طول جيم هاي بتلاتة سنط. طول دال قلب خمستاشر سنطي. وطول به دال بسين. هو عايز خيمة سين. هنقول له طالما عندنا توازي بل اجزاء متناسبة. نبدأ بالتوازي الاول. دال هاي يوازي به جيم. الاجزاء متناسبة. فين الاجزاء? الف هاي على هاي جيم. سوى الناحية التانية الف دال على دال ب. تعال نعوض على طول النواس والاكمل. الف هاي سمع سين زاد اربعة. على هاي جيم بتلاتة سنطي. ناحية التانية الف دال ب خمستاشر ودال ب بسين. ب خمستاشر على سين. عشان تجي بالسين برضو هنضرب مجس. سلما تجي تضرب هتضرب السين مرة في السين ومرة في الاربعة. سين في سين بسين تربية. سين في اربعة باربعة سين. يساوي. تلاتة في خمستاشر بخمسة واربعة. بدأت معادلة. عشان تحلها لازم نصفرها الاول. هندخل الخمسة واربعين بعكس الاشارة. فسين تربيع زاد اربعة سين ناقص خمسة واربعين يساوي صفر. هنحللها مقدار سلاسي بسيط. سين تربيع سين في سين. كيم في كيم وتطراحهم يديك اربعة. خمسة اربعين خمسة في تسعة. الكبير يطلله الاشارة لف النص. هنا موجب وهنا سالب. تعنجي بعام السين. السين الاولى هتساوي موجب خمسة. سالب خمسة تروح بعكس الاشارة وموجب خمسة. والموجب تسعة تروح بعكس الاشارة سالب تسعة. سين بسالب تسعة دعنا نرفضها. ان السين ده طول. مفيش طول بالسالب. يبقى السين قيمتها بتساوي خمسة. البقينة السين العيزة بتساوي خمسة. السؤال الرابع ده عن نتيجة. برضو مديك توازي. مديك الف جين يوازي هي هداد. فيه توازي يبقى الاجزاء اللي بينهم متناسبة. جين بي على بي هداد يساوي الناحة التانية الف بي على بي ه. وخدهم بنفس الترتيبة عشان ما تغلطش. انا بدأت الجين بي على بي هداد. من اليمين للشمال. ناحة تانية والقالب بي على بي ه. من اليمين للشمال. مديك طول جين بي بستة صند. وقالب بي باربع وبي ه بتلاتة. عايز نطول بي هداد. طيب تعني نكتب التوازي الاول. احنا عندنا قالب جين يوازي هي هداد. استنتج عندنا اجزاء متناسبة. جين بي على بي هداد. هيساوي الناحة التانية قالب بي على بي ه. قالب بي على بي ه. تعنا عوض. جين بي بستة صند. وبهدال معرفوش. بي ستة على بهدال. يساوي. قالب بي على بي ه. قالب بي باربع سنطي وبه هي بتلاتة. ابقى بتساوي اربعة على تلاتة. هنضرب مجلسة عشان نجي بطول بهدال. بي هدال بتساوي. بهدال بصدها اربعة كتبها تحت. وتلاتة في ستة كتبها فوق. تلاتة في ستة بتمنتاشر. هتكسم 18 على الاربع فيها الاربعة ونصف. ابقى طول به دال اللي عايزين وسوى اربعة ونصف صد. كده السؤال الرابع ندخل في السؤال الخامس. السؤال الخامس معنا وده فيه توازيين. التوازي الاول مديك دال واو يوازي به ها. التوازي التاني مديك دال ها يوازي به دي. ومديك طول الف دال باتنين صد. دال بي بتلاتة. وطول واو ها بتلاتة وستة من عشرة صد. اول مطلوب عايز طول الف واو. الف واو تقدر تجيبها من المسلس الف بي ها. على زللك المسلس. المسلس اللي احنا زللنا دل هو الف بي ها في توازي. دال واو يوازي بي ها. يبقى عندك اجزاء متنازل. اللي هم الف دال على دال بي. سوى الناحية التانية الف واو على واو ها. كده نقدر نجيب طول الف واو. تعا نكتب الكلام ده وهنشوفه نجيب ازاي. نبدأ بالتوازي. بما ان دال واو يوازي بي ها. تبقى عندنا اجزاء متناسبة. الف دال على دال بي. يساوي الف واو على واو ها. هنعوض. الف دال باتنين ودال بي بتلاتة. باتنين على التلاتة. يساوي. الف واو ما نعرفوش. واو ها بتلاتة وستة من عشر. ايبقى الف واو على تلاتة وستة من عشر. هنجيب الف واو هنضرب مغس. الف واو بتساوي. بصدع تلاتة اكتبع تحت. واتنين وتلاتة وستة من عشر اكتبهم فوق. اتنين فيه تلاتة وستة من عشر. هتكتب الكلام ده كله بالالة هتطلع لك اتنين واربعة من عشر. ايبقى طول الف واو هتساوي اتنين واربعة من عشر صعب. كده جبنا المطلوب الاول. المطلوب التاني عايزين طول هيه دي. عايزين الحتة اللي تحت اللي هنا. دي اكبر اجبها من المثلث الكبير خالص. اللي هو المثلث الف بيه دي. عشان عندك فيه توازي. عندك دال هي يوازي بيه دي. احنا ممكن نمسح التوازي الاول. مساحة التوازي الاول خلاص مش محتاجه. اشتغل على التوازي التاني ده. دال هي يوازي بيه دي. بعدنا اجزاء متناسبة. الف دال على دلبة يساوي الف هي على هي دي. كده نقدر نجيب طول هي دي. يبقى اشتغل في التوازي التاني دال هي يوازي بيه دي. لاجزاء المتناسبة. الف دال على دلبة هيساوي الف هي على هي دي. تعال نعود. الف دال على دلبة باتنين على التلاتة. يساوي. الف هي هتجمع اتنين واربع من عشرة وتلاتة وستة من عشرة. هتجمع الحتتين دول هيساوي ستة. على هيه جين ما نعرفهاش هنزلها زي ما هي. هي اللي عايزينا. عشان اجيبها هنضرب مجز. بهاه جين بتساوي. جسدها في المجز اتنين تكتبها تحت. وتلاتة في ستة اكتبها فوق. تلاتة في ستة بطمانتاشر. طمانتاشر على اتنين فيها التسعة. البطول هيه جين بتساوي تسعة صندوق. فكرة السؤال بدل ما كان مديك توازي كان مديك توازين. التوازي الاول جبت منه طول الف واو. والتوازي التاني جبت منه طول هيه جين. ناخد اخر مسال على النظرية والنتيجة. المسال الاخير معنا في الجوز الاول مديك فيه اكتر من توازي. مديك به جين يوازي سين صاد يوازي دال هي. عندك اكتر من توازي هنا. المثلس اللي تحت بس تقدر تستخدم فيه النظرية. عندك توازي بالاجزاء اللي بينهم دي متناسبة. كمان به جين يوازي سين صاد. برضو عندك توازي بالاجزاء اللي بينهم متناسبة. ولو شيلنا سين صاد فيه توازي برضو. به جين يوازي دال هي. ابا الاجزاء اللي بينهم متناسبة. هنستخدم فيه كل ده على حسب المعطيات والمطلوب. فمديك طول به الف بستة صندوق. الف جين بخمسة. طول الف هيه كله مدالك باثناشر. وسين دال تحت مدالك باربع. اول مطلوب عايز طول الف دال. عايز طول الف دال كلها. انا الف دال دي اقدر اجيبها من التوازي. اللي هو به جين يوازي دال هي. تعنشل الضلع سين صاد الاول. من النتيجة به جين يوازي دال هي. ابا الاجزاء اللي بينهم دي متناسبة. لما اكسم به الف على الف هي. الف هيه كله. يساوي جيم الف على الف دال. الكلام ده من النتيجة. نقول له عندنا توازي به جين يوازي دال هي. نستنتجا للاجزاء اللي بينهم متناسبة. به الف على الف هي. يساوي جيم الف على الف دال. جزء اللي فوق على الجزء اللي تحت. يساوي الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت. تعنعوض. به الف بستة. والف هيه كله باتناشر. كبه ستة على الاتناشر. يساوي. جيم الف بخمسة والف دال كله ما نعرفوش هو اللي عايزينه يبقى خمسة على الف دال كده نقدر نجيب طول الف دال ممكن تختصر دي للتبسيط عالستة فال واحد عالستة فال اتنين لو ضربت مجس الف دال في واحد بالف دال واتنين في خمسة بعشرة يبقى طول الف دال كله بيساوي عشرة صد المطلوب التاني عايز طول صد هات عايز الحتة اللي تحت دي طب تعال رجع الدلع اللي احنا مسحناه احنا كان عندنا سين صد يوزي دال هات صد هات الحتة اللي تحت ده اخدر اجيبها من المثلث الف دال هات عندك توازي بفيها جزا متنازل انا عايز صد هات وميديك الف هات كله يبقى ممكن استخدم جزء على كله هكسم الجزء الصغير عددلع كله هيستوي الناحية التانية الجزء الصغير عددلع كله خلي بالك ان احنا الف دال ده جبناه بعشرة صند الجبناه من المطلوب الاول جبناه اشتغل في المثلث الف دال هات عندنا سين صد يوزي دال هات الاجزاء المتنازل هاخد الجزء اللي تحت عددلع كله هيه صد على هيه الف الناحية التانية هاخد الجزء اللي تحت عددلع كله دال سين على دال الف تعال اعود هي الصد ما نعرفهاش هي اللي عايزينا على هيه الف كله مداننا باثنشر صند يساوي دال سين باربع صند وده لالف كله جبناه بعشرة يبقى اربع على عشرة هنا استخدمت جزء عبدلع كله عشان هو مديني الضلع كله عشان نجيب هيه صده نضرب مجس اقول له هيه صد بتساوي اللي قصدها عشرة اكتبها تحت واربع في اتناشر نجيبها فقا بutes الربع في اتناشر بتمانية joins تمانيةíoاربعين تمانية Istanbul على عشرة فيها اربع وتمانية من عشرة البطول هيك الساد بتساوي که اربع تمانية من عشرة سنتي كده خلصنا الفكرة الاولى معانا اللي هي النظرية والنتيجة جزء التاني هناخذ فيها عكس النظرية وعكس النتيجة الفكرة التانية هناخذ فيها عكس النظرية او عكس النتيجة هي النظرية نفسها كانت بتقول لك لو عندك دل ه يوازي به جيم نستنتج ان الاجزاء دي متنازبة نستنتج انه ألف دل على دل بل يسوي ألف ه على ه جيم عكس النظرية مش هيديك التوازي له هيديك الاجزاء المتناسبة وإحنا نستنتج التوازي هيقول لك اثبت ان دل ه يوازي به جيم اثبتهم ان هم متوازين ازاي لو لجينا الاجزاء دي متناسبة نستنتج التوازي يعني لو لقيت ألف دال على دال ب يساوي ألف ه على هجين نستنتج أن دال ه يوازي بهجين إبا باقتصار لو لقيت الأجزاء متناسبة تستنتج أن المستقيمات متوازية نفس النظام في عكس النتيجة هي النتيجة نفسها كان بيديك التوازي وانت تستنتج أن الأجزاء متناسبة هنا العكس هيديك الأجزاء نفسها ويقول لك يثبت أن المستقيمين دور متوازين إزاي يثبت أن دال ه يوازي بهجين لازم أثبت أن الأجزاء اللي بينهم متناسبة لو لدينا أن ده الألف على ألف جين جزء اللي فوق بعد جزء اللي تحت يساوي ألف ه على ألف ب إبه فعلا ده لها هي واز به جين لو لدينا الأجزاء متناسبة أستنتج أن المستقيمات متوازية هناخد عليهم مثالين عشان نوضح الفكرة آخر مثالتين ودول مباشرين مديك مسلس ألف به جين فيه ألف ده البست ودال بي تحت بعشرة ألف هي بتسعة وهي هجين بخمستاشر بيقول لي إثبت أن دال هي يواز به جين أقول له والله عشان نثبت أن المستقيمات ده متوازية لازم الأجزاء دي تكون متناسبة يعني لما أكسم ألف دال على دال ب لازم يساوي ألف هي على هي هجين فأنت هتجيب كل واحدة الوحدية هنجيب في الأول ألف دال على دال ب بعد كده هنجيب ألف هي على هي هجين إن طلعوا يصابع يبقى فعلا مستقيمين دول متوازين ولازم يطلعوا سابع تعال جيب أقول نسبة ألف دال على دال بي ألف دال بستة ودال بي بعشرة إبقى ستة على عشرة لو اختصرتها على الاتنين فيها التلاتة على الاتنين فيها الخمس سوى التلاتة على الخمس هنجيب تاني نسبة ألف هي بتسعة وهي تجيب بخمستاشر إبقى تسعة على خمستاشر هنختصرها على التلاتة فيها التلاتة على التلاتة فيها الخمس فعلا ساون بعض دي تلاتة على الخمسة ودي تلاتة على الخمسة طالما النسبتين دول متساوين يبقى فعلا الخطين دول متوازين اقول له ايزا دال ها يوازي به جين طالما عندك اجزاء متناسبة يبقى المستقيمات متوازية اخر مثال معنا في الحصة نفس الفكر ميديك شكل فيه دال الالب بتلاتة سنطر الاووي إبقى الالب باربعة ، ها تلاتة بلاتة سنطرية عالف جين بتمانئة الى المستقيمات متوازية في الشمال يساب الى المستقيمات متناسبة الى المستقيم في الشمالруг ادعب كل نسبة الوحدية هنقسم في الاول ده الالف علي Red B والنسبة التانية اللي هي هيه ال Dif على Ι لازم سابع ده ال Alpha على الفaje تلاته على ال 4 تلاتة عل 1 4 ما فائش اختصار هيه ال hits على الف ge 6عد 8 6عد 8 لو اختصارتها على ال 2 ما فائدув 3 8 على ال 2 فائده العربع فعلا سوهم بعض طالما الاجزاء دي طلعت متناسبة يبقى ده Le hay يوازب eh g طالما الأجزاء متناسبة إذن مستقيمات متوازية دالها بتوازي به جي إبقى باختصار الحصة دي بتقول لك طول ما عندك توازي تستنتج أن الأجزاء اللي بينهم متناسبة والعكس لو الأجزاء دي متناسبة تستنتج أن عندك توازي واجب الحصة دي لحل تمرين الكتاب صفحة 91 الحصة الجاية هنأخذ نظرية تليس وكل حصة سلمناجة تلوها في القائمة اللي بتظهر هنا دي أشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله